68 ألف مواطن فلسطيني مهددون بتلويح رئيس وزراء الاحتلال بضم الأغوار إلى سيادة الكيان فيما يحذر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال من خطورة الإقدام على هذه الخطوة لتبعاتها القانونية لم تكف حكومة الاحتلال لحظات عن الدوران حول تطبيق حلمها بفرض السيادة على منطقة الأغوار خطوات فعلية تمت على أرض الواقع من تطبيق مشاريع استيطانية بالمصادرة وإقامة بؤر استيطانية والآن يطالب رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو باعتراف أمريكي بذلك الأمر الذي إذا تم بشكل فعلي فحياة 65 ألف فلسطيني في خطر بالنسبة للجانب الإسرائيلي معروف عملية ضم الأغوار هي لأسباب سياسية ثلاثة أولا سبب الأول وهو أن تكون هذه الحدود هي تحت السيطرة الإسرائيلية وبالتالي عدم إقامة أي دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي مع الأردن السبب الثاني وهو اقتصادي بمعنى السيطرة على أراضي الزراعية والبحر الميت والسبب الثالث والأخير وهو أن وضع هذه الدولة الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية بين كما شيء فكي كما شيء من الناحية الشرقية أغوار الأردن ومن الناحية الغربية الجدار نتولة الضفة الغربية تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وبالقوانين الإسرائيلية الكاملة وزيادة عملية الاستطان وفي نفس الوقت تفريغ هذه المنطقة من السكان الفلسطينيين كما حدث في قضية الخان الأحمر ضم الأغوار بالمعنى الحقيقي عن الكثير يعني خسارة فلسطين لثلث مساحة أراضيها هذه المساحات التي تشكل الجزء الأكثر خصوبة وسلة غذائية للفلسطينيين نهيك عن خسارة الحوض المائي الشرقي ومصادرة كاملة لمقدرات البحر الميت كونه مصدر رئيسيا للأملاح وموقعا سياحيا في غاية الأهمية وعلى رأس هذه الخسارات سيادة الأرض بالاستلاع على الحدود الشرقية بين فلسطين والمملكة الأردنية المستهدفة في عملية الضامن هي السفوح الشرقية لاجتلاءة جبال الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الجزء الفلسطيني من غور الأردن هذه المنطقة تشكل 28.6% من مساحة الضفة الغربية وتقدر مساحتها تقريباً يعني ثلث الأراضي الفلسطينية بمليون ونص تقريباً أو مليون و400 ألف دنم وكذلك يعيش فيها 65 ألف مواطن فلسطيني في المقابل هناك 28-29 مستعمرة إسرائيلية يعيش فيها 11 ألف مستوطن إسرائيلي لذلك هذا الضم يدرك العالم بأكمله أن هذه الخطوة هي خطوة مجنونة من يرتكبها يريد أن يفجر الأوضاع في المنطقة غور الأردن ومنطقة البقيعة حتى الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة الخليل هي المنطقة الاحتياطية الوحيدة المتوفرة لحلم إقامة دولة فلسطينية وكل الأهداف من السيطرة عليها إقامة مشاريع تؤسس لمشروع الكدس المستقبلي الذي يرنو إليه الاحتلال والمسمى بالكدس 2050 من فلسطين المحتلة عمد حسين رؤيا